ميران ونور فيه بينهم حاجات مشتركة حاجة بتحصل في اطار الشغل وانس ان احنا مخرج الكت خلاص ده خلو بحس ان الشخص او الراجل اللي بيفكر بالطريقة دي محتاج يشتغل على نفسه كتير نور بتفكرني بمرحلة بحبها قوية تقريبا من سبتاشر لثمانتاشر سنة كانت مرحلة ضلمة بصراحة ممكن نتعرف ممكن نتعرف ميران عبدالويبس لا يا حضر كلميني عن ميران عايز تعرف ايه بسألني اسئلة عايز اعرف ميران هي نفسها اللي كان في ريفو اللي هي ميران شخص تاني خالص لا ميران ونور فيه بينهم حاجات مشتركة مش الناصبة واللهي بس حاجات تانية كتير يعني واعتقد في مرحلة عمرية تانية من حياتي يعني مش المرحلة اللي دي وانا بحس اصلا ان اي شخصية فنان بيلعبها لازم تبقى جواحة من مش صعبة قوي تروح تعمل حاجة عشان كاسم الكاستنج دياركتور او المخرج او الكاتب هيشوفوا فيك الشخصية عشان بيبقى فيه حاجة جواك انت في الاول وفي الاخر لما بزعلي بطرقتك ولما بتغضب بتغضب بطرقتك بالظبط بس قصدي ان فيه حاجة في طاقة نور اعتقد هما لما شايفوه ميران حاسون ده فهم قصدي بالظبط فلا نور نور بتفكرني بمرحلة بحبها قوية تقريبا من 17 ل18 سنة كانت مرحلة ضلمة بصراحة كانت مليئة من الاكتئاب وده كان بسبب اللغبطة اللي بيحصل في سن المراهقة فنور كانت عمرها اكبر شوية في المسلسل ولكن اللي كانت بتمر بي من اللغبطة الشعورية والاحباس اللي هي التقيلة اللي بتحصل في حياتها دي اعتقد انا حسيت بيها في المرحلة دي فكان عندي رفرنس قد تعرف ارجع على حاجة اطلع منها نور فطلعك من الحتة دي الناس تتقاوم دورك في المسلسل وحبوك وانت ما شاء الله عندك وشك قبول على الشاشة وعندك طاقة حلوة بس ماسوات فيه ناس زعلك منك ناس يا نهار ربي انت مش فهم حاجة ايه اللي حصل معك؟ انا بسة بتحسب على فلوس شادي وانا مش عارفة يعني خلاص بقى فهم ايه حاجة عاملها في حياتي بفلوس شادي اروح اصبح شعر يقولولي بفلوس شادي اروح الساحل يقولولي بفلوس في الموضوع موضوع؟ لا يعني هي نور كان عندها دوافع بس هو للأسف الشخصية ما بنيتش قوي وبالذات الباك ستوري بتاعتها ما كانتش مطروحة قوي في المسلسل فالناس ما كانتش فهمة ليه حد ممكن يعمل كده بس ده شخص اتعذب في حياته كانت متزوجة قبل كده جوازة مش حلوة خالص وكانت كلها ابيوز وضرب وحاجات مش لذيذة كده فهي اصلا شبها عندها عقدة من العلاقات والعلاقات مش اولوياتها خالص في حياته بلوس ان بابوها جاوزها وسيفر وسبها وهي مومتها متوفية منها صغيرة قوي فهي مرهاش حد والحاجة الوحيدة اللي تقدر تعتمد عليها هي نفسها فهو كاريري ثم كاريري ثم كاريري فكان في الحتة دي اللي الناس مش شايفها طبعا انا غاية لا تبرر الوسينا اكيد فده غلط مليون في المية ولكن فكرة هي ليه داست على شادي عشان تعمل ان هي عمليته ده لان هي عندها دافع اللي هو الخوف من انها تتساب تاني او تبقى معتمدة على شادي بس وممكن شادي ده يخضر بيها زي الجوازة الاولانية او زي اللي بابوها عملوا فيها فمعندهاش فكرة الثقة في ان حد تاني هو اللي ياخد باله من نفسي لا انا هروح وهعمل لنفسي غير باني دي اللي هو انا هعمل لنفسي كيان وحق زيتي من خلال الشغف بتاعي اللي هو الاخراج وارجع بقى اصرف على نفسي وبعدين بقى شوف بقى عايزة تجوز بقى عايزة حب فهو شادي ونورة قابله فوقت هي حتى بتقوله في مشهد اللي هو انا محتاجة اهرب فيه وانت محتاج تستكر فده كان الكلاش اللي حصل بدك لكن هي والله شخصية غلبانة جدا بس نور شخصية اسية شوية ممكن في الحب عارف الشخص اللي بيقولك دايما اللي معرفش يتحبه ومبعرفش يحب بس فيه برضو بيقولك فقد الشيء يعطيه حسب الشخصية انا مع ده جدا مع ان فقد الشيء يعطيه بس هي حسب الشخصية وحسب المرحلة برضو اللي انت فيها يعني نور شخصة عنده ومشاكل نفسية كتير قوي متعالجيتش وللأسف كانت بتعام يعني بتهرب منها مش بتوجهها فقابلت الشخص اللي هي فعلا هي كتن ده مش عادي حقيقية جدا ولكن مش دال يعني مش قوية لدرجة انها تعرف تتغلب على مخوافها فيه المؤس دي ميران انت بتقول ان انت شبه من نور طيب قولنا بقى في الحب ايه الشبه بينه وبين نور انت برضو اسيا كده في الحب لا بس انا برضو عملية شوية يعني مش عادي فيها بس اللي هو ما عنديش فكرة ايه انا بحبه فخلاص لا بحبه ده لازم يبقى مناسب ولازم يبقى مبادئه شبه مبادئي نمط الحياة وقعها شبهي اللايف ستايل بتاعه نظريته او رؤيته او الفيجين بتاعته في الحياة تبقى يعني متناسكة او متشبهة للي انا عايزة اوصاله في حياتي مش بس اللي هو انا بحبه عاطفيا وعندي قبولي لان العاطفة يعني انت بشغال بماك الاول اما تحب يعني ايه بقيت في الاول ما كنتش كده بس الواحد بقى بقيت خدته على عين كتير خدته على عين كتير والله احكي لنا بقى اه لا مفيش دولاتي طيب بقى احكي لنا انت بقى كده اللي انت شايف ان هو محتاج يتحكي بس ناس بحب الحاجات جاوة لا والله بس يعني هو من غير ما ادخل في تفاصيل يعني ليه ما ادخل في تفاصيل لا 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 بس هو فعلا زمان كان اختياراتي عبارة عن العاطفة بس واكتشفت ان العاطفة دي شيء متقلب جدا وشيء مش سايبته ماينفعش تبني قرارك عليه خالص فاهم قصدي فلازم قرارك يبقى مبني على حاجة دايما او عمرها اطول لان العاطفة هتروح متيجي فلو راحت بس عموما ما حاجة بيفكر كده لما يكون خاد درس كبير امال بيفكره ازاي لما يكون خاد درس كبير مش فاهمه اوازده يعني اللي بيفكر بالاسلوب ده لازم يكون حصل معاه موقف شديد خلاه يفكر بالطريقة دي فاهمه اوازدت عايز توصل للموقف انا بكيلك الموقف على فكرة الجمهور اللي عايز يوصل مش هملا انا بس هو حصل بس مش موال لا لا بجد مع عمري مع حد اللي هو ازاني الازل لا الخيانة بقى والحاجات اللي هي المأساوية دي الحمد اللي لا بس بس لا علاقات مش صحية فاهم قصدي اللي هو ناس مش شبهك بتدخل فيهم مع علاقات وتحس ان انتو للأسف مش في نفس يعني انتو مش في نفس الحتة بس بل لكن هم ممكن يبوا منيقات منك وايسين جدا وانا برضو منيقات مقاييسة بس احنا مش مناسبين لبعض فاهم قصدي اختياراتي وقتها كانت لي علاقة بان انا مجدودة له عطفيا او حباء او ما احبه بس لكن ما كانش عندي النضج ان انا اشوف هو ده البني ايه ده مو ناسب لي والكاريري انا اصلا كاريري ده مش شخص ايه مش حاجة ايه شخص يعرف يتقبلها ويفهمها بزيات اصلا في المجتمع بتاعنا واحنا مجتمع لحد ما يزوك بشوف ازاي فكرة انا مش هتجاوز ممثلة انا مش خلي بنتي تشتغل ممثلة الحاجات دي بتشوفها ازاي يعني فيه ناس كتير يقولك فهمة جدا بشوفها ازاي هقولك على حاجة بتفهم بصراحة ولكن بحيث ان الشخص او الراجل اللي بيفكر بالطريقة دي محتاج يعني محتاج يشتغل على نفسه كتير لان انت لو شخص واثق من نفسك وفاهم طبيعة المهنة دي ودي مش اي حاجة يعني مش اي حد يبع عنده القابلية دي هتستوعب ان ده في الاخر شغل وان ده فان والناس لما تعملوا بطريقة بروفاشنال حتى لو بيبقى فيه اللي هو بنقصر حدود ساعات ان انا ممكن امسك ايد ممثل او احضن او الكلام ده فطبيعي لو فيه حد بيحبني او في علاقة ممكن يبقى فيه نخوة او الغيرة او الحاجات دي ما هي كل ده انا متفهمة جدا بس في الاخر دي مهنتي وهو يبقى فاهم ويبقى فيه سكة بالنعمة ان ده حاجة بتحصل فيه اطار الشغل وانس ان احنا مخرج الكل ده خلاص فاهم ايقاص دي بس هو فاهم برضه في الاول و في الاخر زي ما قلنا ما هو فيه جزء منه مشاعر شخصية ما هذا في الاخر ما بقدمش يدرم الهوى يعني مش حت بلاستيك طالع الهوى طبعا مليون فى المية وعشان كده شغلاناتنا مربوكة جدا انا مش دد تفتكر اللي محتاج يخش الوسط الفاني نفسه هو لازم يكون اللايف ستايل معين يعني مش اي حد يخش اصلا يبقى ممثل يعيش حياتي الممثل نفسها بص مش كلايف ستايل على قد ما هو بناء داخلي او نفسية معينة واعتقد ده بتكتسبه من الخبرات اللي بتمر بيها في حياتك احنا عندنا نجوم كبار جدا عادل امام مثلا نجوم اسامي كبيرة رفضوا ان ولادهم بناتهم تشتغل في مجال الفاني تماما قال لك مستحيل مصطفى كامل ناس كتير من الناس دي قايت لك مستحيل يعني مصطفى كامل قال لك على رقابت يعني يعني طبع موضوع ده نخيب الموسيقيين يعني يعني مش اسم صغير علي الامام ده اهم كوميديان في مصر رفض النصارة تدخل المجال الفاني دخلوا لده الاتنين فالفكرة ده التعليل احنا عندنا مشكلة في الزكور في مصر او اللي هي مشكلة فيه انا بصراحة ما احترامي طبعا زعيم بس انا مش او يعني انا ضد التفكير ده بصراحة مش عشان حاجة بس انا لو هتقبل حاجة لابني لازم او طبعا يعني انا فهمة ان فكرة ان البنت بيبقى فيه نوع من انواع الغيرة والخوف ده عليها ولكن انا ملاقيتش ده من بابا خالص وبالعكس عشان كده احترمته جدا يعني لقيت ان هو بيعمل حاجة وبيعملها مع بنات تانية طب ده هل ده معناه ان انت شايف ان البنات اللي انت بشترمها مش محترمها تهم قصدي يعني يعني انت لو انت شايف كده يبقى انت مش بتحترم زمايلك فلو انت مش بتحترم زمايلك يبقى ليه قابل على زمايلك كده بس تقبلش على ولادك كده اشتركوا في القناة